السلام عليكم هذا قلوب شحن ما يشتغل ففتحت الأجزامات اللي موجودة هنا بداخله وارتشوف شنه قلبي وبعد ما فتحت طلعت البطارية هاي وطلعت الخريطة مارتها البوردة اللي موجودة هنا اللي شفته شفته هو ان هناك اكو ضرب صاير وعلامة مال احتراق وتلف بداخل المصباح جوه فعرفت ان هاي البوردة اكو بيها فالضرب وعطل بداخل البوردة البوردة هاي بيها نظام بي ام اس اطفاعوا تشغيل بهاية جهة بي ام اس اثنين كل واحد البطارية وهاي جهة هي جهة التشغيل وفنها جهة شحن فبديت باوع للعطل الاول هو لازم اول شي بعد ما تدخل الكهرباء الميتين وعشرين من هذا المكان هنا تدخل الميتين وعشرين السلكين ذينا على البوردة باوعتين هنا رح تتبع العطل فتدخل الكهرباء هنا اتمر وين اتمر اتمر على الدايود اتمر هنا تصل الدايود والدايود بدورها ينطي المكثفة اللي بعده المكثفة تكون حجمها 400 فولت هي بالاصله سابقا 250 فولت لكن زادوا من الفولتية حتى ما تحمل مكثفة او تنفجر اثناء العمل فبعد ما وصلت الكهرباء وفصلت الكهرباء بديت اسوي شورت بالمكثفة اشوفها تخزي اللي ولا اذا خزنت يعني الكهرباء واصلة وماك اي مشكلة بالدايود لكن اذا ما وصل الكهرباء هنا يعني اكو شورت او عطل بداخل الدايودات والدايودات تعلف فانا سويت وصلت السلك اللي كان مقضوع هنا بهذا المكان هنا بالبوردة هذا السلك مار منها بالبوردة وداخل عليه الدايود هذا كان محترقي هنا تعلف واكو قطع ثاني هنا موجود ايضا وصلت حتى الكهرباء توصل للدايود وتشغل الليدات المصباح وصلت هنا بديت اسوي شورت على المكثفة بعد ما سويت الشورت طبعا اكو خزن كهرباء فهذا الشي خطر لازم نستخدم درنفيس المغلف وليس اي قطعة مكشوفة وسويت شورت هنا على المكثف ما نطعني اي اه اي تماس او خزن بالمكثفة فاعرفت ان ما وصل الكهرباء هنا يعني العلة موجودة بهذا المكان هذا بين الاسلاك اللي موجودة هنا والدايود لحد المكثفة بهذا المنطقة اللي موجودة اللي موجودة هنا من هنا فالتوصيل ما بيشي وصلته لحامة اذن تلت بالدايود الدايود من وصلت الكهرباء اشتغل عندي المصباح السيريز كهرباء انطاني كهرباء كاملة يعني دامج موجود بداخل البورد وكلما اشغل المصباح راح يشتغل عندي بهذا الشكل يعني اكو شورت دامج بداخل المصباح اذا اللي اعطى الموجودة بهذا الدايود وغيرت هذا الدايود الدايود اخر موجودة عندي فاتح من القطاع البوردات اللي موجودة اللي موجودة اللي موجودة هنا نصب قطر دائرة هاي علامة خروج الفورت الموجودة والسالم وايضا اكو علامات بسيها ما راح تنشاف اذا ما موجودة راح تفحصها بتدخل الكهرباء على جهة اليمين اذا ما صار عندك اي اشارة دامج بالجهاز الفورتية او الفحص يعني الخروج هو هذا الدخول مع الكهرباء الاسي هوها صحيح وهذا الديسي الخروج الديسي منها اللي يمشي على جهة البورد بهذا المكان وهذا الاسي الـ 220 اللي تدخل هنا وصلت البرج دايود ونطيت كهرباء اشتغل عند المصباح اللي عطل مال الديود راح بدلنا اختفى العطل حطنا الديود بمكان ثاني يشتغل فالسبب اللي عطل الديود لازم اكون مشكلة صارت اكيد الهيرتزية هي اللي تلفت الديود يعني المكثفات عطلت مكثفات التنعيم اما عطلت او ضعفت او الكهرباء المولدة من يشتغل عليه ويضل شحن انه راح يعطل المكثفات لان الهيرتز مع المولدات ممضبوط المكثف التالف هو هذا هذا بيه انتفاق احنا هذيه الساعة مالته هو 10 فولت يخرج والمايكرو فراد هو 820 مثل ما تشوفون هنا 10 فولت على 820 انا غيرت تخليت 10 فولت ب1000 مايكرو فراد ماهك اي فرق بين 28 وال1000 مايكرو فراد المشكلة اللي كانت بيه هو الانتفاق هنا هذي شوفوا الانتفاق بالمكثف يعني تالفة هاي المكثفة فحصتها ايضا تالفة وهس راح نشوف طريقة الفحص للمكثفات شلون الشي ثاني هو الكهرباء المكثفة اللي موجودة هنا هنا här هذي هو المباشر بعد الديود يعني 220 تدخل تتحول الى ديسي تدخل على هذا المكثف دائما يكون هذا المكثف وعرضه للصدمات مع الكهرباء وهو الاكثر تأثير بالكهرباء وبكهرباء المؤلد والاكثر عطلات وضعف بهذا المكثف فراح نفتحه مكانه يكون هنا هسه اطلع المكثف من مكانه هذا المكثف عندي مجموعة مكثفات اريد فعصها فراح استخدم لوفو ميتر احاول لوفو ميتر على المقاومة والاوم والمايكرو فراد بعد ما حولت على هذا المكان راح ابدي اغير السلكتر منها هذا هو النانو فراد وابدي افحص المكثفات اللي عندي قبل لا افحص المكثفات الشي الأول هو لازم افرغ الشحنة اللي موجودة بالمكثف يعني ادمج الاغطاب مالك المكثفة حتى ما تبقى شحنة ويقرالي اقراءة صحيحة على المكثف هاي المكثفة 400 فولت 4.7 بالعشر مايكرو فراد يعني 4 مايكرو فراد 400 فولت لازم افحصه اخلي الموجب على الموجب مع المكثفة وخلي السالم على السالم بهذا المكام وانتظر لوفو ميتر القراءة اللي موجودة هنا هي 65 نانو فراد شوفون علامة ان اف نانو فراد يعني هاي المكثفة حتى واحد مايكرو فراد ما لطتني لطتني باجزاعة بالنانو فراد اذن هي المكثفة هاي تعرفه صحيح ينسي القراءة وما بها اي انتفاق لكن هي تعرفه استخدم مكثف ثاني طبعا هاي المكثفات هي مستخدمة عندنا موجودة بكثرة فانحب نستخدمها مرة ثانية وقبل ان نشدها الاجزاء اللي عندنا موجودة بالبوردات ونستفاد منها لازم نفحصها بالاوفو ميتر هاي القطعة الثانية المكثف الثاني ايضا نخلي الموجب على الموجب والسالم على السالم وابدي انتظر القراءة القراءة هي 537 نانو فراد يعني المكثف ايضا تالف عندي هذا مكثف اربعة مايكرو فراد والفورتية مالتها ميتين وخمسين فورت افاصل القراءة هي اربعة ونص مايكرو فراد اذا تشوفوا العلامة اللي موجودة هنا يوقف مايكرو فراد اذن هذا المكثف ما بيشي بس هذا المكثف ما رح اشده لان الفورتين اللي موجودة بيه هي ميتين وخمسين فورت قبل الطريقة كانوا يشدونها عادي الميتين وخمسين فورت على الكهرباء الوطنية لكن راح اصير بيه حماوة الميتين وخمسين فورت صير بيه حماوة فاني استخدم لازم الاربعمية حتى تكون موفرة وما تكون بيه اي حماوة حرارة بالمكثف ويتلف او يتمخر بمحلول الالكتروليتي اللي بداخل المكثفة المستقطبة وهذا المكثف عندي ايضا هو يقرأ اربعمية فولت ستة فاصل ثمانية بالعشرة مايكرو فراد يعني ستة مايكرو فراد راح اقيسل الكتابة ما لتبطل تكون عمودية فقبل لا افحص دائما اه اه لتشطل الاطراف نشوتها حتى ما يبقى اي مخزون بداخل المكثف ويخربط عندي القراءة وانطي الموجب على الموجب والسالب على السالب وانتظر الاوفو ميتر اقرأني القراءة هي نفسة ستة فاصل ثمانية مايكرو فراد يوقف مايكرو فراد اذن هاي المكثفة نشطة وجديدة ما بيه شيء الباردن اللي مطلوبة عندنا هي اربعة مايكرو فراد لكن هاي ستة مايكرو فراد اثنين فرق الثنين ذنين حتى ضعفت المكثفة راح تضعف الخمسة وتضعف الاربعة وتبقى تنطين وقت هواي ما بها اي مشكلة الاثنين مايكرو فراد ما راح تسبب لأي زعاج او مشكلة بس الفرق هو انك راح تزيد من التنعيم مكان ما الموجب بها مجال راح شوي زيد من مجال تنعيم الهيرتزية بداخل تيار دي سي نركب هاي المكثفة اللي هي اربعمائة فورت على ستة مايكرو فراد نركبها بهذا المكان اذا نسيت الاتجاهات مالت المكثف ضيعتهم فداما هي جهة الخطوط هي جهة السالب يعني اذا نسيت الاتجاهات الخطوط هي جهة السالب تركبها والسالب هنا موجود بالمكثفة بأشر هذا السالب هنا بهذا المكان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هس راح نفحص المصباح ونشوف يشتغلونا نوصل الى كهرباء وداما على السيريز خاف سيريز عندنا مشكلة هنا نشتغل المصباح ما بيها مشكلة على ميتين وعشرين والبطارية ما بيها شحن طبعا هس راح نتركها شوية لحد مااتش هم تشوفها طف الكهرباء وحتى هتأكد من شحن اكل ولا ادمج الاطراف شوفو نشتغل يعني دائرة التوصيل هنا ما بيها شي الحساس فالطريقة نجحت وما عندنا مشكلة بتشغيلها طبعا هو تصليح المصباح يعني مو فتش صاروخ حنا صانعين أو اشي لا بس لكن هذا هو مبدأ تصليح الدوار شون صلح الدوار اي دائرة عندك شون مبدأ ما له وشون صلحها مصباح او اي جهاز يستخدم تلفزيون او غيره من هنا تدخل الكهرباء وين سي القطع وشون تعرف تفحص المكثفات وغيرها بدأنا بها بالميتين وعشرين فاصلة دخلنا هنا على الاسلاك ومشينا اهل الدايود لقينا الدايود هذا السبب انه تواهج بالسيريز يعني اكو حرق هنا وبعدين غيرت المكثفات السبب عطل الدايود البرج دايود هو اكيد المكثفات اللي موجودة ضعفت وصار حد بالكهرباء على الدايود وعطلها وغيرنا المكثف الموجود على الميتين وعشرين هذا اللي هو 400 فولت على مايك الفراد وايضا هذا اللي شحن البطاريات وشغل الدات اللي هو 10 فولت هم غيرنا ووصلنا القطع اللي موجود من الدايود هنا على الرئيسي والمكان الضرب هنا كان موجود اتملت هاي الشغلة ان شاء الله تعلمنا طريقة فحص المكثفات ومبدأ التوصيل شكرا لكم المتابعين لا تنسوا الاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة